موسيقى أشرة لأهمي وآخر لنباع حياكم الله قتيل باشتباكات بين ميليشيا عيدروس الانقلابية المدعومة إماراتيا والقوات الحكومية في عدن واجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة التصعيم موسيقى بندغر يحذر من خطر تقسيم اليمن ويقول إنه يصب في مصلحة إيران موسيقى وتواصل الاشتباكات في تعز والميليشيا تتكبد خسائر فادحة فاليوم الثالث لمعركة التحرير والجيش واصل تقدمها نحو مدينة حيث جنوب الحدن موسيقى أهلا بكم قتل شخص وأصيب آخرون في اشتباكات بين ميليشيا عيدروس الانقلابية المدعومة إماراتيا والقوات الحكومية في عدن واندلعت اشتباكات صباح اليوم في أحياء كريتر وخور ميكسر والمنصورة بمحافظة عدم بالأسلحة المختلفة بين لواء الثالث حماية رئاسية من جهة والميليشيات عيدروس الانقلابية المدعومة إماراتيا بعد منع قوات الحرس الرئاسي أنصار المجلس الانتقالي من إقامة فعاليات اعتصام في ساحة العروض وكانت وزارة الداخلية أصدرت أمس الأول بلاغا منعت إقامة أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات في العاصمة المؤقتة عدن واعتبار تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالا تستهدف السكينة والاستقرار على حد تعبير البلاغ وقال شهود عيان انتشارا أمنيا مكثفا لقوات الحرس الرئاسي وحواجز تم توزيعها على مداخل المدن الرئيسية وأغلقت المدارس والمرافق الحكومية ومعظم المحل التجارية أبوابها كما منعت الحركة بين المدن في مدينتي خورمكسر وكريتر وحلق الطيران الحربي في سماء عدن على علو منخفض بدأ مجلس الوزراء قبل قليل بدأ بعقد اجتماع طارئ له في العاصمة المؤقتة عدن للوقوف على أعمال التصايد والاعتداءات التي تقوم بها ميليشيا عيدروس الانقلابية المدعومة من دولة الإمارات ضد المصالح الحكومية وأتوقعت المصادر أن تعلن الحكومة في اجتماعها الطارئ المجلس الانتقالي ميليشيا مسلحة متمردة على الدولة في حال استمرت في مناهضتها للحكومة الشرعية ومواصلة خطواتها التصايدية هذا ودع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر من قبول إلى وقف الاشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية وميليشيا عيدروس الانقلابية المدعومة إماراتيا وعودتها إلى ثكناتها واعتماد الحوار أساسا لحل المشاكل بين أطراف الحكم في عدن محذرا من قبول الحلفاء تصفية الشرعية التي رأت التحالف لخوض المعركة مع ميليشيا الحوث الانقلابية وأجدد بن دغر في منشور على صفحته على الفيسبوك تحذيره من خطر إيران القادم والذي لتفتيت الوحدة اليمنية فإنها تكون قد عززت وجودها في اليمن عن طريق الحوثيين وأضاف بن دغر بالتقسيم نحن نعطي إيران ثلاثة الأرض وثلاثة أرباع السكان لتحكم وتتحكم بهم وستغدو خطرا حقيقيا على أمننا الإقليمي والعربي وسيغدو الحوثيون مشكلة أخرى في الوطن العربي تثخن في جراحه هذا وكان التحالف العربي دعا كافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهديئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس منع أي تجمعات أو اعتصامات أو أي مسيرات في العاصمة المؤقتة عدن اعتبارها أعمالا تستهدف السكينة والاستقرار وقرأت الوزارة في بيان لها منع المجميع المسلحة من دخول عدن مؤكدة أنها ستقوم من خلال أجهزتها المختصة والمعنية وبتنسيق مع قوات التحالف بواجبها ودورها في حفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة وحملت الداخلية المخالفين لقراراتها المسؤولية الكاملة عما يترتب من أعمالهم عن نتائج ويأتي بيان الوزارة بعد تهديد أطلقته ميليشيا عيدروس الانقلابية المدعومة إماراتيا للإطاحة بالحكومة الشرعية وأمهالها أسبوعا ينتهي اليوم التصيد الذي أعلنه المجلس الانتقالي الجنوبي لإسقاط الحكومة الشرعية في عدن قوبلا باستياء واضح في الشارع الجنوبي ومؤشرات التراجع عنه تبدو واضحة للعيان في ظل إدراك الجميع مغبة القفز على الشرعية أو محاولة الانقلاب عليها والذي لا يخدم أحدا سوى إيران وذراعها الحوثية في الشمال بوتيرة عالية تتصاعد الأمور في عدن مع قرب نهاية المهلة التي أعطاها ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا لإسقاط الحكومة الشرعية التي تنتهي يوم غدنا الأحد وزارة الداخلية أعلنت منع دخول المجامع المسلحة للعاصمة المؤقتة عدن أو إقامة اعتصامات أو مسيرات في المدينة معتبرة تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالا تستهدف السكينة والاستقرار وقال بيان الداخلية إنها ستقوم من خلال أجهزتها المختصة والمعنية وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي بواجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة تصعيد الانتقال هذه المرة يتصده معاكسا للتيار الذي خطط له فالاستجابة الشعبية أقل مما كانت عليه وبدت المخاوف الشعبية سائدة من أن تقع عدن في الحرب الأهلية قيادات بارزة في المقاومة الجنوبية أعلنت في بانا لها رفضها التام للتصعيد الأخير المجلس الانتقالي الجنوبي والهدف لطرد الحكومة الشرعية من عدن كما أعلنت قيادات حراكية تاريخية أخرى في مقدمتها الزعيم الجنوبي حسن باعوم أنه لا علاقة له بتصعيد الانتقال ضد الحكومة الشرعية فيما حذرت مكونات وقوى وشخصيات جنوبية أبرزها الرئيس السابق علي ناصر محمد من مغبة الوقوع في مستنقع حرب جنوبية جنوبية مؤكدة على ضرورة الاحتكام للغة الحوار لغة البيانات والإعلام والحرب الكلامية تشير عقب إعلان المجلس الانتقالي الانفصالي تصعيده ضد الحكومة أن المصير الأقرب الذي ينتظر عدن هو الوقوع في مستنقع الحرب غير أن موقف الشرعية هذه المرة الذي اضهر حازما وتحركاتها على الأرض حدث من إمكانيات الوقوع في مستنقع الحرب وعدلت من لهجة الانتقالية الجنوبي من عسكرية إلى سلمية ففي اجتماع عقده مساء الجمعة أقر الانتقالي وقامت فعالية سلمية جماهيرية احتجاجية بساحة العروض بخور مكسر وهو ما رفضته وزارة الداخلية في بيانها حزم الشرعيات تجاه تصعيد الانتقالي حول لغة الأخير التصعيدية أيضا إلى استقدار الرئيس هادي بإصدار قرارات تحفظ له ماء وجه كما ظهر في تغريدات هاني بن بورايك نائب مجلس عيدروس فماذا تحمل الساعات القادمة لعدن أعلنت قيادة محوري تعز للعسكري مقتل 55 عنصرا من ميليشيا الحوث الإيرانية وإصابة عشرات آخرين بنيران أبطال الجيش الوطني وغارات مقاتلات التحالف العربي خلال معركة يوم السبت في مختلف جبهات تعز وتمكن أبطال الجيش الوطني من تحرير مواقع عدة شرق وغرب المدينة وذلك بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية كما تم إعطاب دبابتين وأربعة مدافع ثلاثة وعشرين وهاوجر ومدفع مئة وعشرين ومدفع ثلاثة وعشرين ورشاش 12.7 بالعشر بالإضافة إلى تدمير سيارة محملة بالذخائر ومخزن للأسلحة معركة فك الحصار عن تعز مستمرة وبنفس طويل لدحر ميليشيا العدوان الحوثية التي تستميت لمواصلة جرائم حربها ضد المحافظة تشهد الجبهات في تعز مواجهات متعددة بمختلف الأسلحة يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيا المتمردة وبدعم من قوات التحالف فيما تشهد جبهات الميليشيا تصدعات وانهيارات متتالية فبعد إعلان قيادة الجيش في تعز معركة التحرير الكامل للمحافظة اشتعلت المواجهات وتدخل الطيران للتحالف العربي ولا تزال المعارك مستمرة والجيش الوطني يتقدم في مختلف الجبهات الكثير من المواطنين في المدينة استبشروا خيرا بهذا الإعلان فالمدينة المحاصرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام لا تزال مقذوفات الميليشيا تصل للأحياء السكنية وسط المدينة ويسقط الكثير من الضحايا الأبرياء وفيما يرى متابعون اليوم بأن المواطنين يتساءلون هل ستكون هذه الحرب هي آخر فصول المعاناة لتاعز المحافظة التي استنزفت الإنقلابيين واستنزفت بنفس الوقت ثم ما هو دور المواطنين في إنجاح مهام الجيش والمقاومة لتطهير المحافظة من الميليشيا الإنقلابية أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما بمسافة 15 كيلو متر نحو مركز مدرية حيس جنوب محافظة الحديدة وقال مصدر ميداني نتقدم جاء عاكب معارك ضارية بين الجيش وميليشيا الحوث الإيرانية على الجنوب الغربي من المدينة وأشار إلى استيلاء القوات على أسلحة وذخائر ودراجات نارية للميليشيا في مزارع بالمناطق التي تم تحريرها لقي أكثر من 12 عنصرا من ميليشيا الحوث الإيرانية مصرعهم في مواجهة ضد قوات الجيش الوطني في جبهة السرواح غربية مأرب وقال مصدر ميداني المواجهة نشبت بجبل هيلان وأطراف سوق سرواح غربية محافظة مأرب وأضاف أن قوات الجيش تصدت لهجوم شنته الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد أن كبدتها خسائر بشرية ومادية مشيرا إلى تدمير عربتين كانت في طريقهما لتعزيز المتمردين استشهدت امرأة وأصيبت ثلاث أخريات في سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقته الميليشيا الحوثية الإيرانية على منزل في ضواحي مدينة مأرب وفاد مصدر محلي أن الصاروخ سقط على منزل لأحد العائلات التي عادت من النزوح إلى مناطقها في الجدعان شمالية غرب المحافظة وأشار إلى أن الصاروخ أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاث أخريات إحداهن إصابتها خطرة أقر لقاء تشاوري لقادة الجمارك تطبيق وتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية ومنع أي عفاءات أو تخفيضات غير قانونية وألزم اللقاء الذي استمر مدة ثلاثة أيام في عدن المنافذ الجمركية بعملية التفتيش على البضائع ومنع التدخل في سير الإجراءات الجمركية والتحري في البيانات من أي جهة أخرى وشملت توصيات اللقاء تشكيل لجنة لاحتساب الرسوم الجمركية على كمية المشتقات النفطية وتوفير حماية أمنية للجمارك ومنع تدخل الجهات الأمنية وأي جهة أخرى في مهمها تأهلت الطفلة اليمنية ماريا قحطان إلى مرحلة المواجهات المباشرة في مسابقة The Voice Kids الذي تعرض على قناة MBC عن فريق الفنان وعضو لجنة التحكيم كاظم الساهر وأقدمت ماريا في حلقة المواجهة الأخيرة أغنيات مقادير للفنان الراحل طلال مداح أدهش الفنان اللبنانية نانسي عجرم عضو لجنة التحكيم التي أبدت أجابها مع كاظم الساهر بقدرة الموهوبة اليمنية على الأداء الرائع أمام الجمهور وأعربت الطفلة في منشور على موقعها في تويتر عن أملها في حسم اللقب وإفراح الشعب اليمني بالفوز استشهد سبعة مدنيين في غارة جوية شنتها طائرة أمريكية دون طيارة على منطقة في مدرية الصعيد بمحافظة شبوة وقال مصدر محلي الغارة استهدفت سيارة تقل مدنيين في منطقة سراع بعد خروجها من موقع لتنظيم القاعدة ما أدى إلى مقتل المدنيين على الفور وصلنا إلى ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها قتيل باشتباكات بين ميليشيا عيدا رسل انقلابية المدعومة إماراتيا والقوات الحكومية في عدن واجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة التصعيد بن دغر يحذر من خطر تقسيم اليمن ويقول إنه يصب في مصلحة إيران وتواصل الاشتباكات في تعز والميليشيا تتكبد خسائر فادحة في اليوم الثالث لمعركة التحرير والجيش واصل تقدمه نحو مدينة حيس جنوب الحديد كتام النشرة في أمان الله موسيقى